أتكلم كتير قوي في السنوات الأخيرة على الأداء الإعلامي لو حضرتك تذكر ولينا مع بعض يعني عايز أقول تاريخ ومواقف كتير جدا من أيام صورة يناير لغاية النهاردة حصل نوع من الانفلات الإعلامي في المجتمع المصري الكل اشتكى منه وبرضه ما ننكرش أن حصل نوع من التفرة الإعلامية نتيجة أن الإعلام أصبح قريب جدا جدا من البيت المصري والأسرة المصرية وكينات إعلامية اتكونت وتشكلت في الزمن اللي احنا فيه أنا عايز أعرف رؤية حضرتك وأنت تتحدث في قناتك قناة المحور المحببة إلى قلبي واللي ما تمنى لها كل توفيق وكل نجاح دايما بعد 15 سنة من رحلة يعني إيه يا دكتور حسن يعني شهادتي مجروحة في قناة المحور اللي هي بعتبرها بيتي يعني يعني شايف أن الإعلام رايح فين وإحنا داخلين على نهاية 2017 وبداية سنة جديدة الحقيقة السؤال حجمه مضموم كبير أوي تمام وبالتالي تسمح لي أن أنا أخذ نقاط مختصرة تفضل نحاول أن نحدد العبارة حتى تعطي للمستمع والمشاهد المعنى دون أن إيه أننا نروح بيه بعيد كويس الإعلام سواء أردنا أو لا نرد يعني ثقافة يعني معرفة يعني تشكيل وجدان مجتمع يعني يعبر عن حالة الإنسان بحلوه ومره بشره وخيره يعيش نبض المجتمع إذا الإعلام ما عملش كده تبقى الرسالة بتاعته نقصة وبعدين الإعلام لابد أن يخرج من وجدان متحرر يخرج من وجدان متحرر قيمة هذا الوجدان المتحرر أنك تقول ما يمليه عليك ضميرك بغض النظر يستحسنه الآخر أو لا يستحسنه لكن المهم أن تقول اللي يمليه عليه ضميرك وخبالك زي فالإعلام رسالة رخية جدا جدا وكل بلد لا اللي بميزها محتز لما نيجي نقول اليابان ثورة الإلكترونية في اليابان خلقت نوع من النهضة الغريبة في عالم الإلكترونيكس لما نقول ألمانيا الصناعات السقيلة خلقت نوع من الطفرة الكبيرة في الصناعات السقيلة لما نقول كل بلد أمريكا كل بلد لها اللي بميزها لما تقول مصر لازم تروح للثقافة الثقافة والحضارة والعبق والماضي والتاريخ جزء أصيل في جينات الإنسان المصري وبالتالي الميديا هنا كأداء من أدوات الثقافة المتطورة تعتبر أداة فاعلة حاكمة لا زيما بعد انتشارها والميديا مش بس الكلمة المسموعة والمرئية الميديا الكلمة المكتوبة في الصحافة وإن كانت الكلمة المكتوبة هي الكلمة الموثقة الرقية طبعا المركزة وذاكرة الأمة فالكلمة المسموعة والكلمة المرئية هي الكلمة التي تغوص في مساحات المعاني لأن الكلمة المكتوبة تتكلم في المعاني فقط بس في العصر اللي احنا فيه ده الناس بدت تقرأ أقل والاعتماد الأساسي تعال نواجه نفسنا الاعتماد الأساسي ده على الإعلام المرئي هنا تتعظم معي ومعك دور هذه الشاشة المربعة اللي احنا قدامها النهاردة لأن أولاً أنها تتكلم في مساحات المعاني ثانياً قوة انتشارها وحجم تأثيرها أقوى بكتير من الكلمة المكتوبة طبيعي من هنا فأصبحت دور هذه الشاشة المربعة دور مهم جداً جداً لا شك الفترة الأخيرة فعليك مسؤولية كبيرة جداً الرجل يعني تنتلك قناة تشاهد من الملايين من المصريين ومن غير المصريين فعليك مسؤولية كبيرة فأنت وإن كنت أحب أن أوضح طب تفضل أن مش صاحب القناة يا أخواننا كل شيء بيتقال في القناة هو مسؤوليته هو يهتم بخطوط عريضة وسياسات واستراتيجيات لكن دعني أصارحك وأتكلم معك هل في يوم من الأيام يا معتز في على مدى السنين اللي حركة اشتغلت معها كنت بتدخل كم مرة تدخلت وتدخلت في إيه تلاقي مثلاً إبداعاتك كلها كتطلعة من ذاتك لا شيء يملع عليك ولا شيء أنا بقولك شهادتي مجروحة يعني أنا مفيش داعي حتى تسألني لأن أنا من ضمن الإيجابيات الكبيرة أن أنا بشتغل في مناخ أو تعالي نقول في سقف يعني سميها الناس بتحب تسمي كلمة سقف دي مناخ صحي يعني مناخ فعلاً بشتغل بأقولك بإيه يعني بالبلد كده بمزاج ليه؟ لأني متساب أشتغل وأقدم خبرتي وأقدم مهنيتي للشاشة دي دون تدخل بالضبط كل اللي إحنا بنتحاول أننا نعمله عندنا استراتيجيات واحدة يعني أمن الوطن جزء مهم لا ينبغي أن إحنا نتعرض إليه ده بديهيات يعني مش كده مش مساحات حرية شاهد جزء كبير من مساحات الفوضى شاهد فوضى وشاهد اختلاط يا محتز في المعايير وفي المسائل فبقت بعض الوسائل تملك الوسيلة وتملك التسويق للوسيلة يعني أنا ما بقى أعمل شركة للدعاية والإعلام وأبقى وكالة وأبقى في نفس الوقت عندي الوسيلة ما بقاش فيه ما بقاش فيه نتحاق يعني نوع من الإيه الحيادية ولا نوع من الفكر بقى المتحكم دلوقتي تضارب مصالح تضارب مصالح تضارب مصالح تضارب مصالح تضارب مصالح واضح ما أنا عندي الوكالة وبشتغل لكذا قناة حدي قناتي الأول لأن أنا بقى ده ما عندي قناة اختلاط إنك تملك الوسيلة وتملك الوكالة ده أفسد الإعلان إلى حد كبير وجعل المعلن هو الشخص الذي يتحكم في أحيانا التعالي الشاشة في المحتوى في المحتوى ده جزء مهم جدا وأحد الآفات اللي عانى منها الإعلام في مصر من سنة 2011 بشكل جامد جدا انتشار القنوات وخرجها دون أن تعبر عن هويتها معتز معتز في كل دول العالم متقدم لازم كل واحد يعبر عن هويته ومصادر ماله حتى كيانات الاقتصادية معتز أنا ما ينفعش أبقى راجل عندي مليار وما أبقاش أعرف البناء المالي للمليار ده جاز دفعت عليه ضرايبه ولا لا حققته من وسيلة مشروعة ولا لا قل لي مين من الكيانات الاقتصادية الكبيرة اللي موجودة عندنا أطلعتنا على البناء الاقتصادي بتاعها وعلى البناء المالي بتاعها علشان على فكرة هيدي الشفافية وهيدي الحرية مش بس أن أنا إيه مش بس أن أنا أقول أنا عندي فلوس لازم أقول القوام بتاع الفلوس دي جات منين وجات إمتى والبناء بتاع الأموال دي جات زي فأنا لما أعمل قنوات تصرف مليارات وأفاجأ أن هذه القنوات ليس معلن عن الهوية وليس معلن عن مصادر الدخل بتاعتها وليس معلن عن أصحابها بشكل أو بأخر كل دين قد ضعف خطيرة في الميديا أنا بخاف على الوطن في الآخر بس في الآخر وفي الأول مش إحنا في منظومة أيوة مين يحاسب من مين المسؤول عن تركت المسألة خليني بحيث بحيث أن القنوات ولا تعلن عن هياك الأموال التي تتكلم عليها ولا ده تصرف فين ولا في محاسبة مصبوطة ينضبط بيها الأداء هو شوف ولذلك عدم إيجاد روابط ومعايير تقيم الأداء دي كانت أحد نقاط الضعف اللي موجودة في الفترة ما بين 2011 خلي بالك الحقيقة نحن في تاركة مثقلة قوي تاركة المثقلة أحد هذه التاركات المنظومة الإعلامية لأنها منظومة خرجت دون تنظيم ودون محددات وضحة تحدد أنا بعتقد لابد أننا نعيد ترتيب أوراقنا بسرعة ولذلك أنا اللي بقولك يا معتز 2017 شكل الخريطة الإعلامية هيتغار في مصر تماما للأفضل للأفضل مش بتكلم على الأفضل لكن شكلها هيتغير لأنها اتواجدت بطريقة هابهزر يعني بطريقة ما ما اتواجدتش عشوائية عشوائية يعني هل تتكلم على أواخر 2017 أنا بتكلم على أواخر 2017 وأوائل وأوائل 2018 هنلاقي الإعلام شكله متغير